العملية الرياضية الثانية اللي يمكن تجرع للمصفوفات هي عملية الجمع أو الطرح فأدي الـ Addition أو Subtraction and Subtraction عمليات الجمع والطرح النقطة الأساسية لعملية الجمع أو طرح مصففتين أولا لازم يكون Size للمصفوفات مساوي لازم يكون حجم المصفوفة الأولى والمصفوفة الثانية مساوي يعني شارط رقم واحد هسه أن يكون Size ماتل A والB أو المصفوفتين اللي أريد أجمعهم أو طرحهم مساوي النقطة رقم اثنين أنه آلية الجمع تكون أنه كل عنصة بالموقع الأول بالمصفوفة الأولى يجمع أو يطرح مع العنصة المقابل إلى في الموقع مع المصفوفة الثانية ملاحظة ثلاثة أنه عملية جمع أو طرح مصفوفتين الناتج من عندها مصفوفة بنفس Size ماتل المصفوفات الثانياتهم يعني سأفترض أنه أنا عندي المصفوفة الأولى هي M في N وعندي المصفوفة الثانية B هيها M في N حتى أجمع هذول المصفوفتين أولا لازم يكون Size ماتلتهم الساوي لازم اثنين لتهم يكونون بنفس الحجم خطوة ثنيا أنه قلنا عملية الجمع لازم تكون بالنقطة الأولى بالموقع الأول للعنصر الأول بالموقع الثاني بالعنصر الثاني يعني هسا خلي أخذ الأي هي عبارة عن مصفوفة A11 A12 A13 A21 A22 A23 المصفوفة الثانية B اللي أريد أجمعه إياها راح تكون هي نفس الكلام B11 B12 B13 B21 المصفوفة الثانية B هي عبارة عن B11 B12 B13 B21 B22 B23 هسا هذول المصفوفتين أريد أجمعهم خلي أحدد Size مالتهم أولا المصفوفة الأولى هي عبارة عن صفين في ثلاث أعمدة يعني أكتب Size مالتها هي عبارة عن اثنين في ثلاثة المصفوفة الثانية نفس الكلام هي صفين في ثلاث أعمدة اثنين في ثلاثة فهسا أولا Size مالتهم مساوي ونخلي في باننا مو بالضرورة أن يكونون شنو Square Matrix يعني مو بالضرورة حتى أجمع مصفوفتين أو أطرح مصفوفتين لازم يكونون ثنياتهم Square الشرط الأساسي أن يكونون مساويات بالحجم مالتهم سواء كان سكوير أو غير سكوير النقطة رقمتين هسة حتى أجمع أنه عملية جمع A زائد B أو ناقص طرح B قلنا سيولد لي مصفوفة جديدة فراح أجمع كل عنصر بالأول مع العنصر المقابل إليه بالثاني أو من أطرح نفس الكلام العنصر الأول مع العنصر المقابل إليه بالثاني فأقول أنه A11 زائد ناقص B11 هذا العنصر الأول وأي 1 2 زائد ناقص B12 وأي 1 3 هو زائد ناقص B13 هذه الساشنة صار ناتج أنه كل عنصر مع العنصر المقابل إليه نفس الكلام على الصف الثاني راح أبدأ أنه أقول العنصر الأول A21 زائد ناقص B21 وأي 2 2 زائد ناقص B22 وأي 2 3 زائد ناقص B23 فهذا الناتج اللي صار عندي عملية طرح أو جمع كل عنصر مع العنصر المقابل راح يولد لي هو عنصر والنتيجة النهائية هي مصفوفة بنفس السائز مات المصفوفتين اللي جمعتهم أو طرحتهم هي 2 في 3 أهم الخصائص على عملية التجمع أو الطرح بالنسبة للمصفوفات الخاصية رقم واحد أنه العملية التجمع أو الطرح هي عملية تبادلية يعني ممكن أن نقول A زائد B هي تساوي لي B زائد A الخاصية الثانية أن هي عملية توزيع A زائد B زائد C تساوي A زائد B وبعدين نقول زائد C الخاصية الثلاثة أنه عملية طرح A ناقص B ناقص C تساوي A ناقص B زائد C لأن الإشارة من تدخل هنا يصير A ناقص B زائد C هذول الخصائص الأساسية لعمليات التجمع أو الطرح على المصفوفتين خلي أخذ مثالها سهنا بسيط خلي أفترض أن المصفوفة عندي A هي تساوي لي 2 1 3 1 0 سالب 2 والمصفوفة B هي عبارة عن 1 سالب 2 المصفوفة B هي عبارة عن 1 سالب 2 2 و 2 3 سالب 1 المطلوب هسه هنا أنه أجرى عملية أو أوجد ناتج أي زائد B أوجد ناتج أي زائد B فلسا مباشرة راح نجر الناتج أقول العنصر الأول هو 2 زائد 1 راح يطيني 3 العنصر الأول 2 بالعنصر المقابل إلى 1 ف2 زائد 1 3 1 1 زائد سالب 2 سالب 1 و 3 زائد 2 5 1 زائد 2 3 نفس الكلام هنا راح يكون عندنا وعدي 0 زائد 3 3 وسالب 2 سالب 1 راح يكون عندنا شنو سالب 3 فهي صارت عملية ناتج فسذا أنتبه هنا أنه هذه هي عبارة عن 2 في 3 2 في 3 والناتج المصفوفة الناتج هو 2 في 3 3